أعلنت بلدية أم الفحم أن الشرطة الإسرائيلية قامت بتغريم أصحاب عرس في المدينة بعشرة ألاف شكل بسبب مخالفة التعليمات وتقييدات التجمعات والتجمهرات الخاصة بوزارة الصحة وشار بيان صدر عن بلدية أم الفحم إلى أنه تم تفريق ثلاثة أعراس وإيقافها في المدينة حيث تم توزيع المشاركين فيهما إلى مجموعات صغيرة بحسب نظام الكابسولات بعد أن استجاب أصحابها لطلب الشرطة بتوزيع المشاركين هذا وصل عدد إصابات فيروس كورونا الناشطة في أم الفحم إلى 786 عقب تسجيل 34 حالة جديدة كما وقامت الشرطة في قرية الجديدة المكر بتفريق حفل خاص أقيم داخل مطعم وتم تغريم أصحابه فيما فرقت الشرطة بالقوة أعراسا في مدينة طمرة وقرية كابول وغيرها من البلدات في الأيام الماضية اشتركوا في القناة